جد مجموع 15 زائد سالب 46 زائد 29 فكروا أولاً بالجزء الأول هنا لديكم 15 زائد سالب 46 ارسموا أولاً خط الأعداد لتتمكنوا من تصور الأمر بشكل أفضل هذا هو خط الأعداد هنا الصفر وهنا 15 يمثل هذا السهم المسافة بين الصفر و 15 القيمة المطلقة للعدد 15 تساوي 15 ولهذا فطول هذا السهم يساوي 15 عليكم الآن إضافة العدد سالب 46 إلى العدد 15 يمكن كتابة المسألة أيضاً بهذه الصورة 15 ناقص 46 هذا يعني أن عليكم التحرك 46 خانة إلى يسار الخمسة عشر فكما تعلمون إشارة السالب تعني أن عليكم التحرك نحو اليسار على خط الأعداد يبدأ السهم عند العدد 15 وينتهي عند عدد ما ما زلتم لا تعلمون ما هو العدد الذي ينتهي عنده السهم ولكن ما تعلمون هو أن طول السهم يساوي 46 خانة يمثل هذا السهم إضافة سالب 46 إلى العدد 15 لاحظوا أن السهم ينتهي على يسار الصفر وهذا يعني أن النتيجة ستكون حتماً عدداً سالباً ارسموا سهماً يمتد من الصفر إلى هذه النقطة هنا يمثل هذا السهم مجموعة العددين وبما أنكم تعرفون طول كل من السهم الأصفر والسهم البرتقالي فسيكون الفرق بين طوليهما مساوياً لطول السهم الأزرق الفرق بين طول السهمين يساوي 46 ناقص 15 ويساوي 31 وعليه طول السهم الأزرق يساوي 31 وبما أن السهم الأزرق يشير إلى اليسار فهذا يعني أن الإجابة هي سالب 31 هذا الجزء يساوي سالب 31 وعليكم الآن إضافة العدد 29 إلى سالب 31 هذا يعني أن عليكم البدء عند الرقم سالب 31 ومن ثم التحرك 29 خانة نحو اليمين وهذا يعني أنكم ستصلون إلى هنا لو كان طول السهم يساوي 31 لوصلنا مباشرة إلى الصفر ولكنه أقصر قليلاً وهذا يعني أن العدد الناتج سيظل سالباً ولكن كيف يمكن معرفة القيمة المطلقة لهذا العدد السالب أي بمعنى آخر كيف يمكن معرفة بعد هذا العدد عن الصفر لاحظوا أنكم إن جمعتم طول السهم الأبيض مع السهم الأزرق لكانت النتيجة 31 وذلك إن أهملتم الإشارة وركستم فقط على القيم المطلقة لهذه الأعداد بناء على ما سبق لو طرحتم 29 من 31 لحصلتم على طول السهم الأبيض وبالطبع سيكون الجواب سالباً لأن العدد السالب أكبر من العدد الموجب 31 ناقص 29 يساوي 2 ولكن بما أن العدد الأصلي هو سالب 31 وموجب 29 يساوي الجواب سالب 2 وعليه هذه النقطة هنا ستكون سالب 2 أما طول السهم الأبيض أو القيمة المطلقة فتساوي 2 ولكن بما أن السهم يشير إلى اليسار فالإجابة النهائية هي سالب 2 انتهى الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر